أعزائي من نهر الأردن أريد أن أتكلم عن شخصية مهمة لعبة دور مهم في الميلاد أو رحلة الميلاد وأيضا شخصية مهمة للعبة دور مهم في تهييق الطريق أمام الرب يسوع المسيح ألا وهو يحنى المعمدان قبل ما أبتدي أتكلم عنه هذا النهر هو نهر الأردن بيبتدئ فوق مستوى سطح البحر عند سفح جبل حرمون أو جبل الشيخ بيرتفع 500 متر طبعا تتجمع المياه من هناك نزولا إلى بحيرة طبرية ثم يخرج من بحيرة طبرية حتى يصل إلى البحر الميت من هذا المكان من بحيرة طبرية إلى البحر الميت كل نهر الأردن هو في غور الأردن في الشق السوري الأفريقي طبعا تحت مستوى سطح البحر وهو الحدود الطبيعية الجغرافية بين الأراد المقدسة وبين المملكة الأردنية الهاشمية هذا النهر يسمى النهر المقدس نهر الشريعة لأنه لما دخل يشوع إلى الأراد المقدسة انقسم وعندما طبعا عبر إليا وإليشا ضرب النهر وانشق أيضا من وسطه وعبره من خلال هذا النهر هذا النهر يأتي سياح من كل أنحاء العالم لكي يعتمدوا في هذا المكان نحن قريبين من منطقة ياردنيت اللي بيجوا بيتعمدوا في هذا المكان هذا النهر طبعا له ذكريات في حياة يحنى المعمدان وأيضا الرب يسوع المسيح اعتمد في هذا النهر في نهر الأردن يحنى المعمدان طبعا ولد بمعجزة أقصد جاء الملاك جبرائيل إلى الهيكل إلى كاهن يسمى زكريا وبشروا أنه سيولد له ولد يسمى يحنى أي الله يتحنن زكريا وزوجة إلى ألي صباط كانوا عجوز أو عجوزين لكن الرب تمجد في معجزة ولد يحنى المعمدان ويقول عنه الكتاب المقدس سيفرحون كثيرون بولادته وأنه سيتقدم الرب بروح إليا وقوته ليهيئ شعب مستعد للرب هذه رسالة وإرسالية يحنى المعمدان جاء ليهيئ الشعب طريق الشعب أمام مجيء المسيح الرب يسوع المسيح مكتوب عنه أنه نبي العلي وأيضا نذير أي لا يشرب خمرا أو مسكرا كل أيام حياته ورسالته كانت بكل بساطة عند نهر الأردن توبوا واعتمدوا طبعا كانت لمغفرة الخطايا والانضمام إلى رعاية إسرائيل فجاء ليهيئ طريق الرب يحنى المعمدان أيضا هو الذي تنبأ عن المسيح وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم يتنبأ عن فداء المسيح وأيضا هو الذي عبر بشكل واضح ومهم عن هوية المسيح أن المسيح هو الممسوح من الله ابن الله المسيح هو ابن الله وهكذا شهادات كثيرة عظيمة من يحنى المعمدان أهمية هذه الرسالة في رحلة الميلاد أنه الملاك جبرائيل بشر بولادة يحنى ست شهور قبل مجاء الملاك جبرائيل إلى الناصرة ليبشر القديسة مريم العذراء يحنى المعمدان كان ممتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه عاش حياة طاهرة حياة متنسكة أي بسيطة جدا كان يعيش في البراري وكان يعيش في الصحاري لكن رسالته هي الرسالة القوية ليعد ويهيئ شعب لمجيء الرب يسوع المسيح وهو الذي وجه أنظر التلميذ إلى يسوع المسيح وهو الذي قال ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص فعندما نأتي إلى نهر الأردن بذكرنا في هذه الشخصية الرائعة المتواضعة الخادمة الشاهدة وطبعا انتهت حياته وشهادته ورسالته أيضا عندما قطع رأسه على يدي هيرودوس أنتيباس وطبعا لم تنتهي رسالة يحنى لأنه وجه أنظار الناس إلى يسوع المسيح لكن رسالة يسوع المسيح ما زالت حتى يومنا هذا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة